اهلا بحضراتكم الجديد تاني الابن ليس هو الابن الجيني اهه اموكتب بالجينات انت من صلبه فلان اه لكن بالحسابات انت عملت ايه في اهلك ممكن يكون واحد لا يرتبط بهذه العلاقة الجينية اكثر قربا واكثر يعني تفسيرا واكثر مصداقية انت قال عليه ابن الشخص او ابن النادي الابن الشرعي مش مجرد انك تبقى من نشيئي نادي انت اه دخلت وانت صغير بس وانت بتكبر ساعة الخلاف بتعمل معاي ايه ايوه انت ابن بر ولا ابن عق انت شاعر ان انت ابن النادي عمرك مستحيل لو شعرت انك ابن النادي ما تسيئي ليه حتى بتحت منظور اصلا اصلي طالعين لك طالعين لك برضو في ايه انا مع الكيان مش مع الاشخاص الكيان اللي هو ايه اه الحيطان يعني التاريخ ما التاريخ اللي عامله اشخاص لا حتى في ديه والاشخاص اصلي كيان برضو من العايزة كلمة انا مع الكيان وانا اطلع طوله ناره هاجم اه في صلب سوابة النادي دي لقطة مهمة جدا في ضبط المصطلحات دقا اه عماله هاجم في صلب سوابة هيا ديه مبادئ النادي بعدين اقولك اصلا انا مع الكيان مش مع مش مش مع الاطل يعني انا انا ضد الاضارة الحالية بس النادي مبادئ النادي والادي قيم النادي والاهلي بيأكل ولاده وانت ضربت في النادي مش في الكيان في اساس الكيان الكيان بقى كيان له كينونة لانه في ضوابط له سياسة له قواعد له قانون ابجديات هذا القانون انه في قائمين على هذا الكيان يمثلوه ومسؤولين عنه وامنا عليه دي حقيقة تكوين الكيان اللي هم مجلس ادارة النادي ايا كان مين مجلس الادارة بس هذا مجلس نتاج اختيار حر وصريح وامين لجمعية عمومية محترمة من هنا مفيش حاجة اسمها انا معه بس مش معه لا انت مع الكيان بكل ما فيه الكيان قائم عليه مجلس ادارة منتخب من جمعية عمومية محترمة احترامك للكيان يلزمك وبالضرورة احترام المجلس اللي بالتأكيد نتاج عملية انتخابية ممكن تختلف ولكن تختلف في اطار ضوابط هذا الكيان تختلف في القرار بقى ما يبقاش باستمرار فيه خلاف ان فلان دا لا يصلح لا اختلف في القرارات واتطفق مع القرارات ما دي استاذ براهيم عاملة زي ايه بعض الطيارات وفي السياسة ميجي يقولك يعني ايه حدود ما فيش حاجة اسمها يعني ايه حدود يعني النهاردة مصر لما تذكر في القرآن مصر مش حاجة محددة حاجة محددة تخرج براه تبقى مش مصر بالزبط تخش جواه تبقى مصر البيت اللي هو وحدة المجتمع لو ما فيش احترام للحدود يبقى ما تستأذنشوا تدخله يبقى سدحم داع صحيح احنا ساعات نستخدم الكلام في غير موضعه الكيان احد مقاوماته شخصيته والتقاليد والناس اللي فاتت عليه وتاريخه وانتصاراته هو ده الكيان دي مكوناته الطبيعية اذا ابن النادي ما قوله برضو بتتقال الناس تستخدمها وقت ما هي عايزة وقت ما عايزة تهاجم الصح نولاد النادي مش عارف ايه لا ابن النادي هو الابن الحريص عليه المحافظ عليه المنضبط ليه والملتزم به واللي بيحميه ده الابن الطبيعي والابن الشرعي والابن البار لكن اكم من صفحات حوادث مليانة بجرائم كبيرة جدا لابناء اسر بنشوف جرائم الاسرة عاملة ازاي ده يطلع يقول ده ابني او ده من صلبي لا بتأكيد انه هناك ابناء برين وهناك ابناء على درجة عالية من العقوق هنا مهمتنا ضبط هذا المصطلح للتأكيد على انه حتى الاهلي طوال تاريخه فيه نمازج جات النادي الاهلي قدت واسهمت في بطولات لا تشعرك ان هي من خارج يعني ايه خارج وليه تعالي في السبعينات هو يجوز انا برا بس ملتبط بالاهلي قوي بس بلعب برا بصوا الناس اللي جات للنادي الاهلي واخلاصة اخلاص غير طبيعي وقارنوها مع ناس كتيرة جدا بدأوا حياتهم في ناشئين النادي وشوف درجة الانتماء عند دا وعند دا شوف درجة الحفاظ على تقاليد وصورة النادي والغيرة على الاهلي عند دا وعند دا تعرف ساعتها الفرق بين الابن البار والابن العاق في السبعينات يا بش مهندس من اربعة وسبعين لتسعة وسبعين حتلاقي تقريبا فرقة كاملة جات للنادي الاهلي منبرها في اعمار مختلفة بس هالحد يقدر يقول حجم البطولات الكبيرة جدا اللي حققها ثابت البطل عليها رحمة الله ولا الكباتن احمد عبدالباقي ومتحط رمضان وربيع يسين ومحسن صالح وشطة وطهر الشيخ ومحمد عامر وجمال عب عظيم ومختار مختار وجمال عبد الحميد ناس كتيرة جدا بس من على فكرة من الناس دي الناس جات لك وفي اخطاع النشيين بالضبط قد السنة او اتنيت صحيح لكن وبعضهم بعضهم فضل مرتبط بقيمة الاهلي وما اضيفة اليه داخل النادي الاهلي حتى اليوم اي وبعضهم بمجرد مختلف مختلفت مصالحه مع النادي الاهلي لا طلع يسيء مش بعضهم الحمد لله قلة جدا وخلص الناس علمت عليهم ونس علمت عليهم فالنهاردة ما تيجي تقول لنهاردة احمد عبدالباقي ازاي اكيدا ما تيجي تقول احمد عبدالباقي تقول ده مش ابن النادي عشان جاي وهو عنده عشرين سنة من المينيا ولا كابتن ربيع عسين ده كابتن ربيع عسين وكابتن علاء ميهوب تحديدا لما تيجي تسمعهم وهم بيتكلموا والاتنين ليه بقولك دول لان الاتنين دول نالهم قرار في توقيته كان قرارا صادما مش ليهم هم المصر كلها طيب والله انت جيت على تنين مهمين جدا مبارح هل تسمع كلام علاء ميهوب بصوا هي وقت القرار يعرف الرجال وتعرف حقيقة الانتماء وتعرف درجة الالتزام السلوكي وان الاهل عرف يحط بصمته وتربيته على نمازج رياضية محترمة زي كده كابتن ربيع عسين اللي جي للنادي الاهل من الفشن في بانسويف وعمل بطولات يامة مع النادي الاهل شوفوا دلوقتي وهو بيتكلم على الاهل ابن النادي مصطحة النادي اللي فيه الجميع انخذ لبالك اربعة مقدرة طارة بزيكة 30 سنة على ميهوب 30 سنة محمود صارع 31 سنة ربيع عسين واحد 30 سنة اربعة لعيبة عمالقة قدموا للمنادي الاهل الكتير وكباتن كلهم من نادي الاهل ومنتخب مصر في جلسة خلص الموضوع مصطحة الكهن فيه الجميع جلسة خلص الموضوع كابتن صالح كان حريص انه يقعد معهم ولو انه ما كانش قراره هو كان قراره ما كانتش رؤيته الرؤية الفنية ساعتها جاب الكابتن انه رو صالح يا كابتن انه رو عايزين نجد دي الفرقة طلبتك انور سلام انور سلام مناسب طلبتك الفنية قال له لا احنا محتاجين تغيير جري ودي لعيبة مش هنقدر نقعد احتياطي ومتلعبش ماينفعش قال له خلاص انت الرؤية بتاعتك ايه قال له انا عايز كذا 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 قال له اوكي سيبهم لي مؤذرة الادارة للرؤية الفنية وتصدي الادارة لمسئوليتها بصراحة ووضوح واحترامها لهؤلاء قاعد انتوا عايزين ايه بخياركوا واحد اثنين ثلاث احنا نقدر نكامل عايز يكامل يكامل ولو منا كل الاحترام واللي مش عايز يكامل يبقى موجود معانا واللي هيقعد هيكرم و هيقدر حتى اللي فكر فيه يكامل لكن بعضهم او معظمهم الحقيقة خرجوا بدون ان يسيقوا لنادي الاالي فايش ايه لحد النهاردة اما تشوف كابتر ربيعي يتكلم باحترام شديد جدا عن نادي الاالي ومش بيتكلم باحترام عشان عايز يرجع الشغل فيه ده بيشتغل منتخب ماصر صحيح اتبالك ترجمة نانسي قنقر